بعد أربع سنوات من استئثار الإمارات بالملف الأمني في عدن عادت السعودية إلى الواجهة بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة للعاصمة المؤقتة التعزيزات العسكرية تعد الثانية خلال أسبوعين عبرت منفذ الوديعة الحدودي ومرت بمدينة عتق مركز محافظة شبوة وهي في طريقها إلى عدن وفيما يربط البعض التحركات السعودية الجديدة بزيارة الأخيرة الوزير الداخلي أحمد الميسري والتي نجحت حد تصريحاته بالتوصل إلى تفاهمات نوصفها بالإيجابية بخصوص الملف الأمني والعسكري في المحافظات المحررة إلا أن مراقبين عدوها خطوة تسعى من خلالها إلى ملء الفراغ الذي تركته الإمارات بهدف حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة وتسببت التفجيرات الإرهابية التي شهدتها عدن الأسبوع الماضي في تدهور الوضع الأمني وتزايد حدة الخطاب التحريري الأمر الذي تسبب بحالة من الفوضى بعد ترحيل مواطنين ينحدرون من محافظات شمالية على أيدي قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وعلى الرغم من كثافة القوات العسكرية التي تنتشر في عدن والتابعة الحزام الأمني إلا أنها تقف عاجزة عن حفظ الأمن فيها وهو الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى الرغبة الإماراتية في استمرار دوامة الفوضى التي تعيشها المدينة وأمام كثافة التحركات السعودية في عدن يغيب دور الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة الأمر الذي يعكس حالة التجاهل التي تمارس بحق الحكومة ودورها في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وهو ما يسلبها الحق في إدارة الوضع واتخاذ قراراتها بمنأة عن التدخلات السلبية للتحالف